أهلاً 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 بيكل سمعك وفي برنامجيكم التسع الحلقة دي من الحلقات الحلوة الجميلة يعني أولاً أنها تقدر تعتبرها حلقة المقاومة يعني إحنا يمكن من شوية كنا بنتكلم مع المخرج الرائع والكبير والعظيم يسري نصر الله ودلوقتي مع الكاتب والشاعر الكبير لديما أصفه بأنه الأشد والأكتر نقاء الحقيقة أستاذ إبراهيم داود منورنا ربنا يخليك عمل كله تمام كله تمام وكل سنة أنت طيب والسادة مشاهدين ونصر كله وعلى ما يبدو هي دي بقدو حلقة يسار بامتياز يعني كل أطرفها كده حاجة سكر الأول هبدأ بأنه أنا متفق مع يسري نصر الله أن أنا هعدي عليها يفرجنا على باب الشمس الجزئين ونروح ساوا عايز أتكلم معاك على ما نستطيع وصفه باق من داخل أدب المقاومة إلى شعر المقاومة احنا شفنا شعر أو شعراء مقاومة كتير لكن يجي سؤال هل اختفى ما قد نطلق عليه شعر المقاومة ما بقاش موجود ومش بتكلم على أنه أين شعر المقاومة من سبعة أكتوبر أنا بتكلم على مرحلة طويلة ماضية يعني في البداية الأول يعني احنا بعيد على كل الناس وعلى أصدقائنا الفلسطينيين اللي بيقاوموا بجد طبعا وأهلنا في فلسطين ويعني في موجة الحر ديت في الوحشية الإسرائيلية ديت قلوبنا معاكم ويا رب السنة الجاية نبقى على وقت بقو على جبل العرافات برضو دي الدنيا الطرق ماشية والحياة ماشية بإذن الله يعني أدب المقاومة موجود في كل ثقافات العالم يعني مش عندنا فك عرب بس طبعا بس احنا في الثقافة العربية حصلت مشكلة كبيرة شرخ كبير في بنية الشعر العربي تسببت فيها حرب الخليجي الأولى اللي هي الاستدعاء الأمريكان لضرب العراق كانوا رموز المقاومة شعر المقاومة في الزمن ده اللي قابليها يعني في الثمانينات وسبعينات من الشعراء العظام محمود درويش وانا يعني كنت محظوظ ان انا عرفته يعني عن قرب نظار قباني أسماء كبيرة كانت عنوين للمقاومة بمعناها يعني رغم ان هي مقاومة آنية لمحتل لمستبد لاحتلال إنجليزي ده موجود طول التاريخ يعني بس هؤلاء القصيدة بتاعتهم بقت عاجزة عن الكلام عننا عننا كعرب إن احنا جمدين قوي لأن كل شعرنا العربي إن احنا قوتنا إن احنا بنقهر المستعمل بنقهر بنعمل يعني ايه كده فانت كنت تشوف قبل يناير 91 كان يجي واحد زي محمود درويش القاهرة كنت تشوف كمية بشر جايين من كل أقلين بعض صح عشان القضية الفلسطينية وعشان محمود درويش شعر عظيمة كمان يعني مش طبعا ما هوش شعر بلاغي لا يعني ونزال قباني والخال عبر رحمان الأبنود يعني ايه وسميح القسم مغسام كنافاني وسميح القسم مغسام كنافاني وابراهيم طقان يعني أسماء كبيرة يعني لها يعني لها باع طويل في الشعر اللي هو في جانب منه طحريضي يعني وبعدين أنا بقلق من حاجات ممكن واحد بيكلمني في قضية كبيرة بطريقة فنية ضعيفة فبحثني ده بيضر القضية يعني انت تقدر تكتب قصيدة جميلة قصيدة حب جميلة قصيدة دينية جميلة قصيدة غازل جميلة أنا في رأيي ان دي إيجابية للناس أكتر من قصيدة سياسية ركيكة مش عشان انه هو ضد مستعمر ضد احتلال ضد ومكتوبة وحش فده يعني ايه يعني مش هتبقى مفيدة للقضية لو الشعر أو المغني وبرده شعر المقاومة ده مش يجنبه أصوات بتردده زي مرسل خليفة أحمد عبورز يعني فيه أسماء كتيرة عدل فخري في مصر شباب كتيرة من أصدقائنا اللي احنا كنا بنشوفهم في حزب التجمع وفي الأنسيات وعجال زي كده دول كويسين بس هم رحيين لقضية مش رحيين لفن الشعر مش رحيين لفن الموسيقى فأنا في رأيي إن بقت الشعر الجديد بقى أو الشعر اللي فيه ما بعد شفنا اللي كان بيجي لهم عشرات الألاف أو ألاف بيجي لهم في معرض الكتاب أو في حزب أو في جامعة كده بعد هزيه الوقع بعد هزيمة المشروع القومي دي دي يعني كان للتحزف ينهار في نفس التوقيت المشروع القومي هتبرر زي إنك موافق إن الدبابات الأمريكية تدبح بلد عربي أنت ضد صدام حسين وضد اللي عملوا مع الكويت لأن الكويت ما كانوش يستهلوا كده بس برضو مش معها إنك يعني مش إن أنا أستدعي الأجانب أيوة ترحب ومن ساعتها ما خرجوش ما هو من ساعتها جموا براكم وقعدوا جنب حقول النفط فالشارع دول شفناهم بعد كده ما عادش حد بيروح لهم بقات القاعات فاضية ممتلئة بس مش بالزخم ده مش حصدق حد بيكلمني بالنبرة دي تاني يعني النبرة دي كانت تنفى أنا هقولك مثلا وقع شهيرة في يعني ناكست يونيو أو هزيمة يونيو إحنا كانت كل الأغاني الوطنية اللي قبل كده إحنا حنعمل في الاستعمار وأنا بحب عبد الناصر على فكرة وشايف إنه من أعظم الحاجات اللي حصلت في تاريخنا بس يعني في مفارقة إن طول الوقت إحنا حنعمل يا الأغاني اللي إياها دي وصول اللي عدى النهار يعني لا قبل كده قبل ما عدى النهار تتعمل إنت قبل كده الإزاعة حصلت النكسة حتشغل في الإزاعة أغاني إيه فما لوش غير أغنية كان عاملها محمد فوزي قبل النكسة بسنة هو توفى سنة ستة وستين اللي هي بلدي أحببتك يا بلدي دي شالت الإزاعة مع القرآن الكريم طول النكسة وأغنية عزبة ما هياش وطنية يعني بالمعنى الحماسي بس لعن جاب يعني القلب وأقول غاية دلوقت أنا كل ما بسمع الأغنية دي بحس بحالة شجن مش فكرة إن هي أغنية وطنية بس فيها عطفة وحنان وإحساس بقيمة مصر كمان يعني ولحن جميله محمد فوزي يعني عبقري فاللي بيحصل يعني إن فيه حاجة كبيرة أو شرخي كبير حصل لفكرة البلاغة العربية بمعناها القديم يتحل زي أنا ما عنديش اقتراحات بس فيه أشكال للمقاومة في الكتابة السردية في شعر التفعيلة في شعر النسر فيه حاجات جميلة وده أي حد بيكتب شعر دلوقتي أو بيعمل بيقاوم يعني دي مقاومة في حد ذاتها في المناخ ده إن حد لسه بيمتان في فعل الكتابة وبيعبر عن نفسه وبيعبر عن مجتمعه وبيعبر عن جيله ده مقاومة عظيم في مناخ الناس يعني فيه تفاوت مرعب في الدخول فيها مفيش عدالة في مناطق كتير في الوظايف يعني إن واحد يعارف إن هذه المهن ما هيش مربحة بس اختارها صح فده ده رسمال بلدنا يعني الناس دي بتعمل حاجة وبتكبر وأجيال بتتوالى وفيه ده أنا شايف إن الكتابة والإبداع فيها لمقاومة في المناخ ده ببق معا ولا ضد مسألة إنه إحنا أكيد عندنا مواهب كويسة لكن ودي أكتر حاجة بتزعجني بصلاح لكن مش هنلاقي أحجام الأسماء اللي قلناها سميح وطقان ودرويش أنا من الناس اللي بشوف إنه ليه مين قالت أنا مش هلاقي الأحجام دي الدولة كانت بتكبر نجومها يعني انت شوف مثلا فترة الستينيات كانت بتكبر مين يوسف إدريس عشان يوسف إدريس الأسماء الكبيرة دي وفيه شعراء ما تكبرتهمش الدولة بس كبروا على أدراحهم زي أمل دنقل زي عبر أحمن الأبنودي زي أحمد فؤاد نجم دول كبروا على أدراحهم وعملوا مساحات على أدراحهم لازم الثقافة تبقى أولوية الحكومة يعني أولوية الدولة لأن انت من غير الناس دي هتبقى فقير هتبقى زي البلاد اللي بتشتري بتجيب محترفين من الخارج وتقعدهم عندها وتديهم جنسيات ما يفعش هل تشوف إنه ده سبب وراء إنه الأسماء ما بتلمعش بالرغم إنها بتمتلك كل الموهبة اللازمة ولا إنه كمان المرحلة اللي بيمر بيها العالم يعني هل كنا بنتكلم من كام يوم أنا وحضرتك على مسألة إنه العالم بيمر بمرحل رأس مالية متوحشة بال بال بالغة التوحش وأكثر سوءا من رأس المالية المتوحشة اللي كانت بتظهر يعني في قرن 19 وفي العشر وكذا يعني المسألة بقت صعبة جدا وبقت الحالة بتاعة الانحياز ناحية المادة أكبر بكتير من الانحياز ناحية القيمة الكتابة في مصر وفي العالم ما بقتش إن الكاتب وظيفته إنه هو قاعد على بنصة وبيخاطب جمهور ده برضو دي اللي هي علاقة بالقبيلة العربية ده جزء من شاعر القبيلة ما بقاش موجود الشاعر الحالي شاعر عايش في حي شعبي زي حالاتي وبيروح له الخضري وما هواش مرفع وبيمارس حياته في الحياة زي المواطنين العاديين وما عندوش طموح إنه يبقى زعيم أو شيخ قبيلة ده راجل بيعبر عن حساسية زمنه وعن أحزانه البسيطة ما عندوش كلام كبير يقوله لك الشخص اللي متخيل إنه هو بيعلم القارئ ده الفوقية دي الفوقية ده ده ما عادش ينفع يعني ده ده ما عادش ينفع في العالم كله أنت دلوقتي بتعبر عن ورطة الإنسان الحديث خلينا الإنسان المعاصر الإنسان اللي زي مع حضرتك بتقول الرأسمالية العالمية زنائته في خندق بيصحى الصبح ويروح الشجل ويروح اشتري تلاجة نفس المواطن ده موجود في كل العالم فإحنا في ترس كل الناس فيه مفيش واحد بقى شاعر أو كتب قصة يبقى حاطت في ذهنه إنه هو حيجمع الناس ويقوله من أجدع واحد لا ما حدش أحسن من حد أنا عايزك تعبر عن الأحزان الصغيرة عارف لو الناس بيتكلموا عن أحزان الناس الصغيرة الآن في مصر هيطلع عدب عظيم فيه أحزان كبيرة عند الناس بسبب الظرف الاقتصادي بسبب يعني فيه فيه حاجة رغم إن فيه حاجات كويسة بتحصل في الحياة بس الإنسان مأزوم لأ إحنا في أزمة حقيقية أزمة وجودية إن إحنا مش حاجات داخلية بس المشهد اللي بيحصل في غزة ده مصيب يعني يصيبك بالإحباط يعني إيه العجز اللي إحنا تحاسس به ده تجاه المدابح اللي بتحصل ده مش قادر تعمل حاجة دي حاجة موجعة هتعبر عنها إيه بمق يعني الشعر تعديدا هو الفن الذي لا يكتب إلا شعرا يعني لو واحد يقول لي حاجة أقدر أحكيها لك في مقالة دايما يبقى الشعر يكتبه في مقالة ويسيب حاجة تانية إنه يتعمل في دراما يعمله في دراما ويسيبه للشعر عشان كده الشعر جمهوره لايه لطول التاريخ مش دلوقتي بس وبيقل لأن الزائقة العامة ما بقتش حد بيدربها إن هي تستطعم الجديد يعني استطعم الجديد ده عايز ده ثقافة لأن الفنون دي بتتطور زي أي حاجة في العالم دي فن الشعر بيتطور وبيزدير في مصر في مصر وليبنان والأردن يعني الوطن العربي فيه نهضة في الشعر بس ما فيش نجوم بالمعنى إيه وده مش عيب يعني إيه فكرة إن ليه لازم يبقى أحسن واحد ليه أفعل تفضيل يعني دايما الناس يقولوا إيه إن سميح القاسم ولا محمود درويش إن سلام صبور ليه أفعل التفضيل بلوقت سبع أكتوبر بدأت تظهر بقى محاولات التفسير يا ترى محمود درويش كان بيحب وحدة إسرائيلية لا لا دا جاء يا ترى سيبك إنها بلهات هي بلهات بس هم طول الوقت الثقافة العربية مشغولة أو مجتمع العربي مشغول بمحاولة تفسير ما لا يجب أن يفسر هو فيه حاجة برضو تانية فيه قوة ما عايزة تقلل من شأن رموزك يعني دا شغل ما يعملوش للصهاينة برضو كينات اللي ظهرت متخيلة إن هي معاها فلوس ممكن تعمل بديل للروائيين اللي نجيب محفوظ وفتح غانب وخير شلبي وبرهام أصلا فتروج لناس ما بيناقشوش أضايا كبيرة يعني إيه فكرة تقليل سقف كل حاجة وعمل كل شيء استهلاكي يعني تبقى يبقى عشان النشرين يعملوا الجوائز تزاهر دا جزء لازم ننتبه ليه يعني مصر وظيفتها إن هي بتقدم للبشرية مش من دلوقتي من آلاف السنين عقول نصعة بتقدم للإنسانية حاجات جميلة في الأدب في الشعر في المزيكة في الزراعة في الصناعة في الخال يعني إحنا عندنا إحنا قوة عظمة مش عارفين إيمتنا أنا من الناس اللي مؤمنة بكده إحنا مؤمن إن إحنا عندنا قوة عظمة مبدعة فائد فكري فائد ذكاء فائد إبداع فائد إنتاج ذهني طول الوقت إحنا عندنا فوائد ودايما بقى بفكر إنه كيفية استغلال هذه الفوائد أو بالأدق هذه الثروات أشوف أنا فيه إحنا قدامنا حاجتين يا الدولة تخش تشتغل ده شغلها اللي هي إشاعة المناخ الإبداعي عايز تقوم التطرف تشيع المناخ الإبداعي تعمل للشاب اللي في مستهل حياته تقوله دي النمازج اللي بداية لو أنت هتلعب مزيكة ولا هتعمل إيه ولا هتبقى راجل دين برضو بس يعني إيه تدي له نجوم يعني إيه من خلال إعلامك ومن خلال قنواتك الشرعية كده يا إما تجيب بقى اللي هم الناس اللي بياخدوا تمويل من الخارج أو من أشققنا العرب أو وعشان يعملوا نخبة بديلة الخطورة دلوقتي فكرة يعني هم المصريين دول موقفهم من إسرائيل ده 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 جاي منين الرائع في الأمر إنه موقف تاريخي مزهل يعني ده جاي منين ده نبع عن إرس فكري وحضاري وتراجل صدارة وإحساس بالمسئولية بمسئوليتك مش دفاعا عن الفلسطينيين عن مسئولية مصر أساسا تعالي نفتكر سوا لما اتفتح أول سفارة للكيان الصهيوني في مصر واتفتحت في مدان المساحة في الدقي قبل ما طروحا ديكوبري الجامعة ومدان المساحة بالذات أنا زاك وطول عمره ما كان حلو بس أنا زاك كان لازال فيه بقايا الأرستقراطية المصرية بتاعة أبل 2050 أصور جميلة وفي الاحتلال طيب أمور جيشة وحاجة عظمة أجوتا السيدات الأرستقراط دول أول ما تعلق العالم على مقر أول سفارة جنبهم في مدان المساحة فتحوا الشبابيك ورقعوا بالصدب البلدي ده مشهد مظبوط الله يرحمه السيدات لما قرر يعمل الاتفاقات المصريين ما طبعوش مظبوط أي محاولة كانت يعني وعلى فكرة وعلى فكرة ما مشيتش وإستاذات أيقا أنه لن ترغم المصريين على التطبيع فيه اتفاق سلام دي قصة لكن أنت عايزني أرغم المجتمع على التطبيع مش هيحصل كنت متفرج على مطش الأهل فيه حصل مناوشات في المدرجات فعرفت كده فالأهل كانوا بيهتفوا هتاف عشانهم بيهتفوا للفلسطين فحصل دربكة كده فالهتاف اللي قالوا إيه ده مش مطش عام فلسطين أهم ده هتاف جمهور الأهل النهاردة يعني يعني ده ودول عهل صغيرة شباب صغير مسألة لأن إسرائيل عدو وإسرائيل مستبد وموضوع أخلاقي كمان مش موضوع مش موضوع سياسة فيه موضوع ناس بيقهروا ناس بقالهم من سنة 48 ومن قبل 48 يعني بيعملوا مدابح وفي أرض مش أرضهم وده موضوع أخلاقي مش فكرة القضية والحاجة لا أنا بكلمك يعني طب الأديب والشاعر مراقب شديد الملاحظة دقيق الملاحظة دون أن يحاول هو الواحد مخلوق كده ولأن هو بيلاحظ المجتمع طول الوقت وربنا زرع جوا موهبة الماء في الشعر في القصة القصيرة في الرواية في المسرحية هو بيشوف في الناس كويس أوي العالة الزغيرين دول وعيال هنا مش للتسفيه ولا التدفيه اللي هم قدوا أولادي فعلا العالدي جابت دمني يعني ما شافتش حاجة لا ودول بيعملوا معارك بنوع تاني يعني غريبا العالدي في مصر وفي العالم يعني زي مظهرات الطلاف يعني أنا مثلا بنتي بتحكيلي على حاجة أن هي على تويتر مثلا فوجئت أن هي كانت فيه فترات سابقة قبل 7 أكتوبر كانت مع الهنود على تويتر فيه تحالفات ضد الرأسمالية ضد مش عارف إيه فبعد 7 أكتوبر الإسرائيليين أجروا استأجروا كمية هنود لترويج لوجهة النظر الإسرائيلية والهنود عفاريت في التكنولوجيا عفاريت يعني دول أعلى ناس في العالم يعني حتلاقي في مايكروسوفت هم نمرة واحد هم والباكستانيين والمصريين موجودين برضو والمصريين وأظنوا بطول نرويج واليمنين يعني برضو من الإحصائيات الغريبة إن اليمنيين المتقدمين جدا في أمريكا يعني فتخيل إن هم الإسرائيليين يروحوا يستأجروا الشباب الأنقية دول يدون فنوس عشان يرويجوا الرواية بتاعتهم الظالمة سردية عكسية بالزبط كده الشباب الصغير ده في الحاجات الكبيرة حتلاقيهم صوت مصر في المنصات دي وبفترة نقية ومع الحق في أي حاجة مع الحق شباب مع الحق أنا بتناقش بتعلم منهم الأصغر مننا دول ببقى إيه طول الوقت يقولك إيه دول مش نفعين دول مش حارف إيه ودول مش حارف إيه وتحصر دول حيبقوا أحسن مننا الشباب الصغير حيبقوا أحسن مننا لأن مصر تستاهل أولا يعني إيه حيبقوا أحسن مننا بس ننتبه لمهاراتهم والخيالهم وما نتعاملش معهم على أنهم خطر على المجتمع هم مش خطر على المجتمع ولا خطر هم حيبقوا مختلفين معاك يعني أنت لو في السلطة حيبقوا معاك حتى لو أنت يختلف حتى لو أنت يعني أعدل خلق الله هنفضل مختلفين ما فيش حد عليه جماعة في الكوكب ولا في التاريخ أنا كان سؤالي في أنه هو الولاد جابوا ده منين يعني في مصر مثلا في أمريكا مثلا في إنجلترا مثلا يعني الحركة الطلابية اللي أنا بشوفها إنها واحدة من أعظم الحركات الطلابية خلال 30-40 سنة فاته مش بس لأنها دعم للقضية لأنه فيه وعي حقيقي يعني وده مزهل جابوا ده منين هم ما شافوش غير لحد دلوقتي فيما قبل ذلك كان معتما عليه لا ما هو لا أصل إسرائيل ما كانتش سمعتها حلوة وسائت إسرائيل طول عمرها سمعتها وعشة يعني ما كانتش حاجة كويسة وبقت حاجة وعشة لكن ما كانش حد عارف اللي بيجرى على الأرض لا يعني عارفين إن هم محتلين فلسطين والفلسطين دي هات عربية وإن هم بيهينوا مقدساتنا في المسجد الأقصى وإن هم عايزين يروجوا للرواية التوراتية اللي هي مش منسجمة مع قناعتها يعني مع المنطق أصلا مش حولك مع الدين الإسلامي يعني أنا أنا مش ضد اليهود مع الإنسانية وضد الكيان اللي تزرع في بلادنا عشان يروج للرواية التوراتية اللي ما عايزين الحدود منين لفين اللي هو أنا أنا ضحية لو ما تفرملتش وإن إحنا ما بفقناش حققوا حلمهم بس مش هيحصل مصر طول عمرها بتكسر المشاريع اللي منها ده صح يعني طول عمرها طول التاريخ يعني محدش يعني ممكن يحصل ربكة شوية بس ما حصلش ده مصر طول الوقت يعني لما وقعت بقى سقطت بغداد وسقطت الأندلس فضلت القيارة هي اللي شايلة الثقافة العربية وهي اللي بتعمل عمارة المساجد دي كلها اللي اتعملت كان فيه نهضة قبل قبل محمد علي كبيرة محدش بيتكلم عنها يعني وكان عندنا تجارة مع البحر المتوسط ده فيه حيد احمنطقة في 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 الابجية كده اسمها البندقة يعني بتو أهل البندقية اللي كانوا بيتجرم راحوا سكنوا فيها لغاية دلوقتي موجود يعني يعني فمصر طول الوقت يعني رمانة الميزان بتاع الكوكب مش يعني ما بحبش أنا بلاغت ان ان احنا عشان مصريين بنتكلم عن نفسنا احنا عايزين ناس يشوفوا التاريخ يعني مصري لو لها يعني الفترة ديت هي اللي حفظت الدواوين اللغة العربية اللغة العربية اللي دا اللي دا دي ما كانتش البلاد دي كلها لها علاقة بالكتابة اللغة العربية لان احنا عندنا دواوين ومراسلات مش عارف فيه فكان لازم تتكتب هي المحيدة الوحيدة فحفظت على اللغة العربية المساجد برقوق وقايدباي ومش عارف دا كانت مساجد زي الازهر بالزبط وكان فيها مدارس وعلماء يعني فالقاهرة طول الوقت رمانة الميزان واللي هي حيتكسر على حدودها اي اطباع استعمارية تغيير طباعتها كان غيرهم اشطر الاسرائيليين دول هشين دا هم هم بيعملوا ايه دلوقت هم بيلاعبوا بيلاعبوا الفلسطينيين تنس وواحد كسب وواحد خسر دا ناس عزل بيدربوهم بطيارات والامريكان وعفل لهم بيبيدوهم معلومات استخباراتية والالمان اللي هم كسلين عينهم يعني بيبتزوهم ويتحسسهم والانجليز يعني يعني ايه ايه اسرائيل ما هي اسرائيل طلعت يعني معلش يعني هي بتحارب جيش نظامي هي تقدر على جيش نظامي هي اتهزمت من الجيش النظامي لما حربتنا مظبوط وتهزمت من المقاوبة يعني مظبوط هي في كل الاحوال كيام مأزومة مأزوم والشباب الصغير مستقطرين عليها لانها هي اسرائيل من غير الدعم الغربي مش هتبقى موجودة ولا حاجة ولا حاجة يعني صفر واللي بيحصل دلوقتي في المفاوضات وبتاع ده هي ما يقدروش يكملوا على فكرة يعني لولا لولا التسليح الدائم والحاجات ده والدعم والفلوس الكتيرة والقطع الغيار ومش عارف ايه دي ما يكملوش عشر ايام ده اساطيل عمالة تدعمهم وهم اللي راحين يقولوا عايزين نعمل تهداءة يعني بيدوهم زخيرة وبيدوهم طيارات وبيدوهم مش عارف ايه وهم اللي قلبهم حنين وصعبان عليهم معاناية الشعب الفلسطيني وهم بلسه بلسه يعني بيبقى بلينكين هنا نازل من طيارة وخمس طيارات ما جايبها جايب سواريخ لإسرائيل وجايب زخيرة لإسرائيل يعني يعني دي مناطق ما حسسين انا بالعجز والإحباط يعني انا كشخص اه انا السادة المشاهدين يعني اكيد حسسين بدا يعني نعمل ايه بقى مع دول يعني انت دلوقتي احنا في مواجهة العالم الغربي كله ومحدش معانا غير يعني وربنا حينصر الفلسطينيين الفلسطينيين ربنا حينصرهم يعني انت دلوقتي دخلت على 38 ألف شهيد يعني على واشك وخمسة وتمانين ألف مصاب حوالي التسعين ألف مصاب يعني غير اللي موجودين تحت الركام يعني يعني فين الإنسانية اللي بتكلموا عنها ولا حت سقوط مدود الإنسانية هستأذنك هنطلع فاصل نرجع بعض الفاصل نكمل كلامنا معه كاتبنا وشاعرنا الكبير أستاذ إبراهيم داود استنونا لو سبعت ازايكو عاملين كله تماما اقتباسا من فيلم الناصر صلاح الدين انه في 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 ليلة أقل جمالا من هذه الليلة كنت سنة 98 وتسعة وتسعين كنت بعمل برنامج عن الكتب حاجات لك أنا الحكاية وكان يحبوا البرنامج ويقدروا بقى باعتبروا برنامج عن الثقافة والكتب فكروا بيزعوه تلاتة ونص بالليلة ف وانت مش متخيل مدى ساعاتي ان احنا بنتكلم عن الثقافة والأدب والشعر والمقاومة وا 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 في التوك شور رئيسي بتاع مصر او بتاع تلفزيون فانا سعيد سعادة وانا سعيد بوضف يعني يا بعد افكر اقول ايه اذا هناك امور الحقيقة تدفع الى تفاؤل وده خليني هاسأل سؤال متعلق به يمكن الشعر تحديدا هنفكر مع بعض بصوت عالية ايه اللي ممكن نعمله بحيث ان احنا نقدر ننشط الحركة الشعرية المصرية ايه اللي نقدر نعمله لانه زي ما قلت كده مصر لدورها ناحية المنطقة بالكامل مش ناحية ترسها بس وإيه اللي قدر اعمله حتى تعود مصر قبلة المحبين او قبلة الشعراء مرة تانية الكل كان بييجي على هنا ومازالوا بييجوا على هنا حلو يعني ايه يعني مازالت القبلة والقاهرة من الشعراء العرب اللي القاهرة ما بتعترفش بيه بيحس بمشكلة طبعا يعني ايه وفيه شعراء كبار جدا عندهم مشكلة مع مصر من فترة مبكرة زي مثلا الشعر السوري الكبير ادونيس اه طب ديوانه الاولاني كان اسمه مهيار الدمشقي ده كان صدر أثناء الوحدة جمهور العربية المتحدة وكان في الدوان ده يعني بيحذر من أقدام الفراعينة ويعني فيه حكاية قديمة يعني مثلا عامل كتابه عن الشعر بس دي كانت مرارة عمرها ألفين سنة يعني اه لا يعني ايه وعنده مثلا كتاب مع الشعر او حكا كده مدي مثلا للبرودي ولحمد شوقي أربع سطور في الكتاب ومدي الشعراء المهجر أربعتاشر صفحة يعني ايه واتكلم على أن شوقي راح فرنسا قديم ورجع أقدم مما راح يعني عارف انت مش مش مقدر ما كانش موضوعي لا ما مش مقدر ما أحدثه المصريون لنهضة الشعر احنا جيه البرودي احيائي راجل ما كانش فيه شعر خلاص الممليك والعثمانيين يعني ايه ما كانش عندنا شو عارف يعني ما فيش حد نقدر تقول عليه شعر في القرن الثمنتاشر او السبعتاشر مصري ما فيش ما شفناش يعني ولا حتى عربية ولا بغيرها خالص فجيه البرودي أحس بالمشكلة ديت فهو أقرب نموذج قابل للإحياء اللي هو الشعر العباسي فاستلهمه وإعاد القصيدة كما كانت ثم جيه شوقي به يعني المعلم الكبير ودول اللي عملوا النهضة واللي تتلمز على أيدهم بتوع المهاجر اللي هما بيتكلموا صح فأنا القصد إن ستظل شعر قبلة الثقافة العربية يعني حتى لو أنا نفسي تبقى كل العواصم العربية أكثر الزهرة من القاهرة ده مش حاجة هتزعلني ده حاجة مفيدة لي يعني لما يبقوا العرب كويسين وكل بلد عربي فيها نهضة بس تبقى نهضة طلعة من الحياة من داخل التفاعلات الاجتماعية الطبعية بالزبط مش بالشكاة ومش بالحاجات دي يعني أنا أنا ححب الخير لكل العرب يعني وكل الأفرقة كمان يعني فمصر طول الوقت هي قبلة الثقافة وعقصة تظل ولو الرباط بقت كده حبقى سعيد لو بغداد يعني حبقى فرحان برضو إن البلاد دي تبقى كويسة أنا مش ضد حد يعني إنك بتقول إنك عايز ده يحصل إزاي لازم تبقى الثقافة أولوية الثقافة أهم من أي حاجة يعني والثقافة دي هتسندك لو أنت بتعمل مشاريع عملاقة يعني إنت لو بتنجز بتبني مصانع أو بتاع فرج المثقفين عليها وهو شوفهم هيعملوا معاك إيه يعني هتفرحهم يعني عايز عايزهم يدوا للناس أمل المأساة إنهنا دلوقتي عايزين يبقى فيه أمل الحياة من غير أمل ما ينفعش الشاب اللي اختار إنه هو يقعد يكتب وتبقى دي وظيفته في الحياة ده محتاج عطف كفاية الوحدة اللي هو عايش فيها بمشاكل الإنسانية دلوقتي يعني كل واحد من الشباب والكبار مش الشباب بس يعني كل واحد فيه أحزان كبيرة زي اللي إحنا بنشوفها الدم اللي حوالينا ده يعني ما يخليك حزين والتفاوت اللي إحنا فيه ده بيخليك حزين إنك ما أنتش قادر تمشي الشهر ده بتخليك حزين يعني دي كلها حاجات يعني هم جزء من المصريين وبيعبروا عنهم ف ف ف ف فما تحسسوش بالكفاية اللي هو فيه فأنت دلعوة يا أخي مش هيحصل حاجة هل بتعتقد إنه المشكلة دي موجودة عند التلتمية ولا التلتمية وخمسين مليون مواطن عربي إحنا يعني يعني فيه تفاوت بين بلد وبلد ليس كنت أقول فيه بلد عندها عيشة فيه حالة من حالات الرفاهية وطرف العيش آه لا دون دون بس ما أنتجتش عندهم يعني يعني على سبيل مثلا أنا من الناس مثلا اللي بتقرأ كتير لأدباء وشعراء من سلطنة عمان آه دون فتلاقي واضح إن فيه اهتمام مذهل بالثقافة في عمان مثلا صح وفيه حالة كويسة السلطنة عمان برضو بلد تقيلة أوي ده برضو جزء من الموضوع وعلى فكرة مثلا برضو فيه شباب حلوين جدا في السعودية تونس فيها حركة جميلة أنا بتردد على تونس أكتر من مرة وليها صداقات جميلة فيها تونس فيها حركة أدبية وشعرية ونقدية مذهلة طول عمرهم عندهم حركة أدبية مهمة الجزائر عندها المغرب المغرب بقى كمان المغرب ليه المغرب من البلاد اللي الإسلام السياسي ما قدرش ينفع معها لأن المجتمع المدني فيها قوي يعني أنا مثلا روحت من حاجة وعشرين سنة مهرجان اللي بتصرف عليه يعني هعمل أمسية مع مع رسامين من بلاد تانية ومع مش عارف إيه كل أمسية في بلد ساحلية من أغدير لغاية طنجة وكل تقعد يومين في كل حتة كده وتعمل أمسية اللي بيصرف على هزي الأمسيات بلديات هزي مش وزارة الثقافة آه يعني مش وزارة في الحكومة المركزية لا يعني ناس والناس بتخش على كلها على الشواطئ يعني الأمسيات دي بتتعمل على الشواطئ واللي بيخش بيدفع تذكرة وبيبقى فيه شعراء من البلد دي وشعراء من باكستان وشعراء يعني دي الخيال ده بس هو بشكل عام احنا يعني ايه مشاكلنا قريبة من بعض بس البلاد اللي ما حصلش فيها الهزات الكبيرة اللي حصل زي اللي حصلت لنا حظهم أحسن شوية أنا برضو بشوف إنه في أول يوم اللي هو كان يوم إطلاق الحوار الوطني مش بداية بقى عمل اللجام أنا كنت موجود ايوه في القاعة الكبيرة طبعا أنا شفت كم ناس على رأيه استاذ الله عيسى الله أرحمه أسياخ طبعا أسياخ موجودة الحوار الوطني فيه برضو يعني الرئيس لما دع عليه ده أكيد بسبب إنه هو حسن فيه مشكلة محتاجة إلى الحوار وده بيحسسني برضو إن فيه مشكلة في الحكومة كحكومة والبرلمان كبرلمان المفروض دول اتنين يخلونا يحلوا المشاكل اللي الحوار الوطني المفروض يحلها الحوار الوطني ده كلام يعني دول اتنين مشاكل لهذا الوطن دي المفروض الجهتين دول هما الجهة المنتخبة اللي هي بتمثل الشعب والسلطة التنفيذية اللي بيقوم بها رئيس الوزراء هما دول اتنين المفروض اللي يحلوا المشاكل ما نبقاش مضطرين لحوار عشان أزمة الدولار مثلا أو أزمة الزراعة أو الأسعار مش المفروض دول يكونوا يخلصوا الموضع ده أنا ممكن في الحتة دي أبقى بقول مثلا لو أنا ألعت دلوقتي قبعة المزيع والبست قبعة النائب فهبقى بدفع عن الموقع البرلماني وقول ما أيوة وأنا عندك حق وكانش لا لازم عن الحوار الوطني إحنا كافلين بأن إحنا محل كل حاجة أنا بقى الحقيقة بمنطقة الموضعية أقول لك لا الحوار الوطني في وجهة نظري بقى المتوضع الحقيقة ده شيء كان مهم جدا هو جمع الناس لأنه في ناس كتير جوه الحوار الوطني ممثلين في الحوار الوطني أنا أنا بتكلم على طيارات سياسية تمثيلها البرلماني لايس كافي يعني تمثيل اليسار في البرلمان مش كفاية مزبوط لكن تمثيل اليسار في الحوار الوطني كتير جدا تمثيل القومين النصريين في البرلمان مش كفاية تمثيله في الحوار الوطني حلو وبالإضافة إلى أنه كتير جدا من الشبان اللي اتكلمنا عنهم والأسياخ على سبيل المثال مش موجودين في البرلمان موجودين جوال حوار الوطني وهنا دي عظمة الحوار الوطني أنه كل حتى ما لا يتم منقشته نتيجة مسألة هل هو ممثل ولا مش ممثل أفكاره موجودة ولا مش موجودة طب هو موجود في الحوار الوطني هل الحوار الوطني مؤسسة من المؤسسات لا أنا مؤسسة كبرلمان الحكومة مؤسسة إلى آخر لكن أنه قرار الرئيس بأنه الحاجات دي لازم تحل البرلمان علشان نشتغل عليها بقى قانونيا وتشريعيا وما إلى ذلك حتى تصل إلى الرئيس إذن أيوان عايز الحوار الوطني وتخيله مكناش عملناه لا فيه جزء تاني يعني ساعدتي به في الحوار الوطني إن رغبة الأطراف اللي ما هياش في السلطة واللي بعضها معارض للسلطة إن هم جم ويقعدهم وبيدوروا على حل يعني فكرة إن كلنا في مركب واحد وبندور على حل وبنحلم إن إحنا نبقى مع بعض نبني مع بعض مستقبل هذا بلد ده من وجهة نظري هي دية الأهمية الكبرى إن يعني ما فيش فتنة في المجتمع إن كل الأطراف ممثلة و بس بس إحنا عايزين عايزين الحاجات دي تترجم بقى يعني عايزين الاقتراحات دي تتحل واللي إحنا زي ما قلت لك فكرة العدلة الاجتماعية دي المرة واحد دي لازم 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 يبقى فيه إحساس بمعاناة الناس العادية في الشارع والناس اللي في بيتهم إحنا في أيام غير مسبوقة بالنسبة للجميع بالنسبة هقول لي 80% من الشعب المصري يعني ولازم نبقى ولازم نعترف بدا ده ودي مسئولية الدولة إحنا مصر بلد فقيرة ماش بلد غنية إحنا مش في السويد ولا الدنمارك والدولة بتدعم المصريين طول عمرها يعني مش المصريين هما اللي بدعمهم للدولة يعني لما الدنيا بتبقى مزهزها بتبقى الدنيا بقى مزهزها على الجميع الكل 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 هيبسط و هل لازم تسق لازم تسق في المستقبل والله العظيم صحيح والسؤال عشان ما تفهمش المستقبل هل الطرف ينتج شعر ليه الطرف ينتج شعر أعتقد لا ولا الشعر هو من المعاناة الشعر مهما كانت الأمور حيحلم بالأحسن وهيحلم بمجتمع أحسن حتى لو المجتمع تحسن طول الوقت عايز عايز الدنيا تبقى أحسن وعايز الشعر والأديب والموسيقي والمغني والبصرحي والممثل يعني إيه أن الرضا عن الواقع بشكله الأسن ده ده خطر يعني ده حتى لو الدنيا كويسة لازم الناس تحلم تبقى أحسن والمبدأ هو اللي ده وظيفته اللي هو بيبشر بالمستقبل يعني وبيبشر بمستقبل أحسن يعني ممكن يبقى بيكتب قصيدة حزينة تخليك تفكر في حتة تانية يعني تخليك تتأمل موحظة في ظل الأحداث الجسيمة خلينا نقول أنه من 2011 وحتى اللحظة اللي احنا فيها المنطقة لم تهدأ وهنا بقى من يخلي في سؤال من أمتى كانت المنطقة هدية بس كده من أمتى بس المنطقة عمرها ما هدية وبالتالي المنطقة كانت طول الوقت منتجة من بغداد للمغرب لكن دلوقتي بالرغم أنها مش هدية وأنا من الناس اللي مقتنع أنها في أكبر أزماتها ما بتنتجش أو انتجها بسيط احنا بقولك في حاجة في شرخ في الروح يعني أنت في الأول وفي الآخر حتى في الصراع العرب والإسرائيلي يعني كانت لما يتجاوزوا معاك كنت بتدوم فوق دماغهم ومكسبتهم في 73 يعني كان فيه وإحساس بالزهو يعني أنا أنا ثقة في الجيش المصري لا مثيلة لها طبعا وشايف أنه هو الضمانة الأساسية لهذا الشعب يعني إيه ولأن كل الشعب ده تجند في الجيش ويعرف قوانينه ويعرف شروطه وعارف وطنيته وكل حاجة الخطر في اللي حاصل ده دلوقتي إن إحنا حسين بعجز كموطنين عايزين ننجد الناس ديات ومش قادرين عايزين نقول الظالم يا ظالم اللي هو الغرب ومش قادرين مش قادرين ليه؟ لا يعني إيه؟ إيه 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 اللي مكتف الألم من إنه يكتب؟ إيه اللي مكتف الفكر والوجدان؟ فين؟ هو ده اللي يعني لكن لونا النهاردة افترضنا إن أنا رجل موهوب إلى أبعد الحدود وكتبت ديوان يجنن محصلش ووريته لأسيس إبراهيم قال لي يوسف أنت كنت فيه من زمان يا أمي ده انت عم الدنيا والله في حاجات كده ما نزله على الفيسبوك ما بينزلش على حاجة لا أنا مصر إنه عندنا أزمة ذاتية أنا عايز أنا عايز يعني إيه مش الشعر اللي أنا بتكلم عنه ومدول في كل أقالي من مصر بيعمل ديوان وبيتقري بس التأثيره إيه أنت كنت صاحب محمود درويش الله أرحب آه طبعا هو محمود درويش أول مطالع ما كانش حد يبينشر له آه لا بس محمود درويش جاء ثم أصبح محمود درويش لا جاء جاء القاهرة والقاهرة هي اللي يعني رجاء نقاش بقى ولك ثم أصبح محمود درويش الزمن مختلف فولانا هيبشر بس الزمن مختلف إنه ده لأ قدامك شعر حلو أنت مش هتبشر به طبعا بيحصل بس خلاص وبيحصل طول الوقت طبعا في دوائرنا الصغيرة أنا عايز في الملعب عايز ده يبقى فلستان مش في قوضة فيها عشرة مفار إحنا عايزين ده إن مصر كلها تعرف إن فيه شعر من اللقصر ولا شعر من ده منهور جديد عدوا استطعموه يعني شوفوا هو بيفكر في إيه مش شرط يتكلم في قوضية وطنية يتكلم زي ما تكلم يعني عايزين ناس تتكلم في في الإنسانية وتشوف إحنا إحنا دلوقتي يعني اسهمنا في الثقافة العربية قوي جدا طبيعي قوي جدا طبيعي والعرب يعرفون هذا يعني إيه ومحدش بيجادل في ده بس بتيجي حاجات كده الظواهر بيروج لها الغرب اللي عايز يتفرج عليها تصنيعنا مشكلتنا مثلا إحنا قوة مصر القوة الثقافة العربية مش عايز أتكلم في مصر إن الغرب عشان مش عايز يعرفني الغرب اللي بمعناها اللي أنت شايفه ده مش عايز يعرف المصريين عايز يتفرج عليهم يعني فيحتفي برواية فيحتفي برواية بتتكلم عن الشزوز وعن الإرهاب وعن قهر المرأة وعن مش عارف إيه عشان مش عايز يسمع يقرأ الإبراهيم أصلا ولا فتح غنم ولا وقد تكون رواية اللي بيحتفي بيها مجرد رواية تفهة غالبا تفهة بس هو عايز يتفرج عليك مش عايز يحورك يعني الغرب ده ما عندوش رواية كبيرة دلوقتي في هذا الزمن عندو يا عمر الروعين كبار ولا أمريكا ولا كده الفنينين الكبار دلوقتي جايين من العالم التالت ومن إفريقيا ومن تركيا ومن البرتغال يعني ايه ومن أمريكا الجنوبية فين بتوع الغرب دول احنا عندنا في تاريخنا المعاصر كتاب لو قرنت منتجهم بيه اللي بيحصل في الغرب احنا مش عايزة بالغ احنا عندنا موضوع في الإنسانية وعندنا تجارب حياتي البشر عالم خير الشلب ده اللي عالم إبراهيم أصلا ده حتجي يعني حتلاقي في ايه ثقافة يعني ده حتلاقي ولا محمد مستجاب ولا فتح غانم في اي ثقافة احنا بنقرأ كل الأدب ده وترجب وبنقرأه وبنشوفه طول عمرنا فيه احنا يعني انداد بس ما حدش عايز يروج لمنتجك ده لأنهم زي ما بقولك الجاهات الاستشراقية اللي بتشتغل عليك كمبدع مصري أو عربي مش عايزة تعرفك ففيه دي في مشكلة دي عايزة تدخل تاني ازاي تروج لمبدئيك الاساسين بمش بسبب قراءهم السياسية اللي انت موفي عليها لأ أنا عايز قيمته من الأدبية صح ده مش عايزة اللي حقولي الكلام ده ده اللي عايزة بتبقى فيه ناس أهل اختصاص هم اللي بي أمريكي القيمة نورتني وشرفتني وكنت عايز الليلة دي تكمل لحد ثلاثة يام قدام بس يعني ايه نعتبرها على رأي الله يرحمه يا رب صلاح السعداني في أرابيسك فتح انطلاقة الله كريم فتح انطلاقة نورتني وشرفتني كتبني وشعالنا الكبير صح والسلام وربنا خبيك يا رب يعيدوا عليك دايما بالخير كل سهل وتطيبين مرة كمان وكمان وعيد سعيد على الكل كنا في ضيافة مش احنا لو صدفين الصراحة وصاحب البيت يعني كنا في ضيافة وكنا مستضفين في نفس الوقت كاتبنا وشعالنا الكبير إبراهيم داود في حديث عن الشعر والأدب والمقاومة وكل حاجة ممكن تيجي على بالك أظناء كانت حلقة بقى إيه تحفى يسري نصر الله وإبراهيم داود انا مش عارف بك رجيب كارل ماركس ومقول لكم إيه خلصت الحلقة لحد كده واستنونا دايما في التاسعة سلامات